ده بيتماشى قد ايه مع طبيعة البلد لانه يعني في النهاية في ناس كتير تشوف ان المحافظ ممثل الدولة يمثل سياسات الدولة مسألة انتخاب المحافظ دي مسألة مختلفة ومش يعني ما نفذ نهاش قبل كده ده تم طرحه في الحوار الوطن اه ما هو مبارح احنا احنا في الجلسة الحقيقة زي ما قلت لحضرتك وهو ده محور بقى وراش العمل بس هي النقطة دي حالتك جديرة بالليتام وحياتك قلتيها هو الحقيقة فعلا عند حضرتك حق يعني احنا كل بلد لها خصوصية ولها ثقافة بالتأكيد سعيد غير اسكندرية غير القاهرة كل حاجة او مصر غير امريكا غير فرق يعني كل حاجة لها خصوصية والحقيقة انه الحديث داخل الحوار الوطني عن المحليات حديث هام جدا والناس تنتظر منه المزيد لان ده موضوع بيمس الناس من الدرجة الاولى الحوار الوطني مستمر ومثمر الحقيقة وننتظر منه المزيد وان احنا نستمر وفق الجداول المزمنية المحددة ده اندل على شيء بيدل على حرص الجميع على مواصلة الحوار داخل الحوار الوطني حرص الدولة على كل ما ينتج عن هذا الحوار انا مشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة نايب علاء الدين عصام وعضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني شكرا جزيلا على وجوز حضرتك نايب انا اتشرفت بيكي وبشكر كمان مجلس الامناء لانه هو جزء من نجاح هذه المنظومة وهو مشكل 50% معارضة و50% اغلبية ده معناه ان احنا وصلنا من مرحلة وصيغة من ان احنا عارفين نشتغل مع بعض ان احنا عارفين ننجح اي شيء وان شاء الله بميزة كبيرة داخل الحوار الوطني وجود كل هذه الطواقف المختلفة ونشتغل بهدوء وبتفاهم نسمع رؤى المختلفة علشان نوصل لمنطقة مشتركة نقدر بيها نقفز على كل المشكلات اللي بتواجه هذه البلدان شكرا جزيلا يا فامت